في سياق المتصل اندعى مرشح تحالف إنقاذ الوطن لرئاسة الوزراء المقبلة محمد جعفر الصدر إلى العمل معاً على استعادة الدولة وذلك في أول تصريح له بعد إعلان ترشيحه رسمياً للمنصب وكتب محمد جعفر الصدر في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر يشرفني أن أكون مرشحاً لتحالف يمثل الوطن بكل أطيافه لنعمل معاً على استعادة الدولة التي يطمح لها جميع أبناء بلد الغالي حسب قول اشتركوا في القناة